تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فضيلة الشيخ في رمضان يحرس المسلم على تقرب إلى الله بقراءة القرآن يقول أنا في رمضان وأجلس في المسجد كثيرا ولكنني أنعس عندما أتلو لأنني أجلس من فرض إلى فرض آخر لا يضر هذا الجالس إذا نعس لا يضر هذا وهو باق على وضوءه إلا إذا كان مستندا إلى شيء إذا كان مستندا إلى شيء فإن هذا يعتبر نوم فينتقض وضوءه بالنوم أما إذا كان متمكنا من نفسه جالس فهذا لا يضر نعاسه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النعاس ويقومون أو يصلون ولا يتوضأون ويقومون أو يتوضأون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقومون أو يتوضأون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم